الحمد لله على ما ساق إلينا من النصيحة وعلى ما آتانا من العطايا المليحة وعلى ما أكرمنا به سبحانه وتعالى من آثار نبيه المليحة صلوات ربي وسلام عليه وأنواره الصاطعة الصبيحة التي بها ترق القلوب وبها تتروح الأرواح وبها تغذى من الغذاء الذي هو الزاد لدار المعاد بل هو الشرف في الحاضر كل الزاد للمعاد شرف لك في الحاضر إلا ما أغواك عن ذلك عدوك بقوله البائر وبقوله الخاسر وبقوله الكاذب فأغراك وجعلك تظن وتتوهم كمن يتوهمون ويظنون ممن لا يؤمنون ممن لا يصدقون بالحق وبالأمين المامون يظنون ويتوهمون أن شرفهم أو راحاتهم في تلبية ملاذ الشهوات القصيرة الفانية الحقيرة ومعصية الحق تبارك وتعالى والخروج عن شرعه باتباع النفس وهواها وهم واهمون 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 وينذرهم الحق على ألسن رسله ومن الرسل على ألسن فوصول حائل أزمنة وعلمائها الحاملين الأمانة أنكم في وهم في خطاء في ظن كاذب فخذوا الحقيقة فما يتنبأ إلا من سبقت له السعادة لأنه عما قريب سيرفع حجاب الوهم ويشرق نور العلم ويخضع الكل للحكم وإذا بالحاكم واحد إذا بالحاكم واحد ولا معقب لحكمه أليس الله بأحكم الحاكمين بل ونحن على ذلك من الشاهدين وإن شهدنا على ذلك فلا تغرنا الأحكام المستعجلة والمؤقتة والمنتهية الحكم حكمه والقول قوله سيدنا يوسف يقول وسط السجن إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد إلا إيا ذلك الدين القيم وهو وسط السجن معلق بإقامة أمر الرب مولع باتباع المنهج الأطيب يقتدي بسلفه ممن مضى على قدم الأدب هذا حالته وسط السجن وسط السجن وخارج السجن هم مع الحق وبالحق وفي الحق وللحق وتجد الغافل منا والجاهل منا والمقسر منا والمحجوب منا كلمة تبعده وكلمة تجيبه وضرف كما ذا صغير طلعه وضرف ثاني ينزله حاجة بسيطة تحصل لك هذا تعوجه وسط الجب كان في غيابة الجب وطلع منها وسط القصر حق عزيز مصر وسط السجن بعد ذلك هذا حاله يحكيه لك ربك حتى آثار الإحسان بادية عليه بوسط السجن ودخل معه سجن فتيان بمجرد ما رأوا الرؤية قالوا الوجه الطيب هذا هو اللي بيعرفي أول لنا الرؤية الخبر عند ذا الوجه الحسين قال أحدهما إني أراني عصير خمرا وقال آخراني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تاكل طير منه نبينه بتويل إننا نراك من المحسنين إيش إننا نراك من المحسنين السيمة عليك العلم مرفوع على رأسك هذا وجه ما يكون إلا في الخير وهكذا شان الصادقين حيث ما كانوا وإنما كانوا إنا نراك من المحسنين أنباءهم عن فضله وسط السجن ما هم متبرم ولا جزعان ولا تارك مهمته نباهم عن فضل الله عليه ليربيطهم ثم ألقى لهم مهمته في الدعوة إلى الله وسط السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي قال سيدنا وصف أنا ما جبت هذا من عندي ولا هو ملك لأحد من خلق الله لكنه فضل الله علينا وعلى أبانا قال ذلكما مما علمني ربي واصل الدعوة إني تركتم من لتقومنا يبن بالله قال أهل الأرض معسكرين مؤمنين وكفار وأنا تبعت المؤمنين اللي ما يشيركون بالله شيء أحسن لكم تجوا في هذا السبيل ينقذ أهل السجن من وسط السجن قال لهم خلوا ذا السجن الصغير بخرجكم من السجن الكبير وأدي بكم إلى الأوج الفسيح قال لهم إني تركت من لتقومنا وهم بالآخرات هم كافرون نسو الآخرة ونسو المصير وهو حال أكثر الناس اللي تجدهم يتجد توجع قلوب العلماء من غفلة الغافلين وجهل الجاهلين ورضاهم رضاهم بالسوء رضاهم بالسيئات رضاهم بالفانيات رضاهم بترك المراتب رضاهم بالإعراض عن المواهب من خير واهب رضاهم بإعطاء العيون والآذان والأسماء لغير من خلقها لمن يضرهم لمن يفتنهم لمن يذنهم يسلموها لهم أعطوهم من وقتها الكثير وأعطوهم من خصائصها الكثير خصائص عينك يحتاج تحافظ عليها لتزداد بها إيمان كلما نظرت إلى شيء من الوجود والكائنات كان في المسلك القويم ليس لك عليه الصالحون يقول سيدنا الشيخ بكر بن سالم ما نظرت عيني شيء ولا وقعت عيني على شيء إلا رأيت الله فيها أو قبلها أو بعدها ما يحجبني شيء عن شهود مولاي جل جلاله فصار النظر كله زيادة إيمان وزيادة يقين لأن الكائنات ما خلقت إلا علامة على المكون وهذا معنى من تسخير الله سبحانه وتعالى إياها لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه على عدد ذراتها يمكن أن تكسب إيمان على عدد ذراتها يمكن أن تحسل معرفة بالرحمن على عدد ذراتها يمكن أن تقوى صيلتك بسيد الأكوان من أنزل عليها القرآن مسخرها لك مسخرها لك لكن بدل ما تسخر لك وتأخذ المفتاح من الفتاح بواسطة حبيبه صلى الله عليه وسلم قلت أنا أتسخر لك أيتها الكائنات أنا أتسخر لك استخدميني كما شيتي وقد أوحى الله إلى الدنيا وما فيها من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه وكثير من الناس رضوا أن يستخدموا لها بدل أن يستخدموها وصاروا في هذه الكائنات مسخرين للكائنات ما قبلوا منة الله بالتسخير الكائنات لهم فسخروا أنفسهم للكائنات فضاعت عليهم الكرامة وضاع عليهم الشرف شرفنا ونحن في هذه الدار بزادنا لتلك الدار بالأذكار بالإدكار بالاعتبار باكتفاء الآثار بالتباع المختار بالاستغفار في الأسعار بالاتصاب بأوصاف الأخيار هذا شرفنا معجل وأبدي سرمدي الأمنيات اليوم يمنون الناس بشيء حقير ويسير ومؤقد وأكثر ما يمنى به الناس من قبل الاتجاهات المختلفة مستخدمة لها هذه الوسائل أكثر ما يمنون بما يحصل لهم ولا يكون لهم إلا مقابل أن يضيعوا وقت وفكر ومصيبة أكبر يضيعون دين يضيعون أدب يخرجون من أدب الملة أن يتحول بعضهم لبعض عدو ويتحول بعضهم لبعض حاسد ويتحول بعضهم لبعض متكبر ويتحول بعضهم إلى بعض متربص به السوء متمنى له البلأ هذا كلها معاسي وهذا كل مسلك مخالف لمسلك النبوة مقابل ما يمنوهم بشيء يمسون في ذا المسلك ولا حصل الذي يمنوهم به وقد ضيعوا الدين وضيعوا الصلاة برب العالمين جل جلاله وضيعوا الصلاة بالرحمن الرحيم أسواق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تعرض بضايع السعادة الأبدية السرمدية وموجبات الفوز والحسنة والشرف والكرامة في الدنيا والآخرة تخرج من الوهم تخرج من الوهم وأكثر الناس فيه محبوسون ولا يشعرون بخطر هذا الحبس إلا بعد انكشاف الستارة وخروج الأمر عن الفرصة وعن القدرة وعن الإرادة عند الغرر فيما عبر عنه سيدنا علي بقوله الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا يخرج من السجن وقت الموت وإذا انتبهوا ندم وإذا ندم ولم ينفع الندم أنه ما خرج في وقت الفرصة المعطالة وإن تطيع أكثر من في الأرض صدق ربنا وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن ما عندهم حقيقة ما عندهم حقيقة ما عندهم حقيقة واحد بيصلح لك طريق حسي ولا بيبني لك عماير وبيأخذ حقيقة سيرك إلى الرب تعالى هذا الغشاش هذا القتال هذا الخداع هذا العدو هذا الغبيث هذه الحقيقة لكن أكثر ناس ما عندهم حقيقة إن يتبعون إلا الظن ظن 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 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وإن هم إلا يخرصون وإن الحقيقة والحق فيما أرسل به أنبياء فيما تكلم به لسان الصادق خير الخلائق سيد أهل الحقائق إمام أهل الطرائق صاحب المشرب الرائق محمد يا رب صل على محمد واربطهم به يا رب قوي ربطهم به أخذ الكثير من خلقك على إيق الظن والوهم فخلصنا وخلصهم واجعل الرابطة قوية بمن جاء بالحق عنك يا حق حتى نسلك سبيل الحق ونعتقد اعتقاد الحق ونعلم علم الحق ونمشي على منهج الحق حتى بالركب نلحق حتى بالركب نلحق ونرافق ونرافق خير رفيق ونرافق خير رفيق إن من الأمة من يعد لمرافقة حبيب الرحمن وإن منهم من يعد لمرافقة إبليس والجند هناك حقائق الفوز والخسران هناك حقائق السعادة والشقاوة هناك يعرف من أصحاب الظن ومن أصحاب العلم وأنهم قد سرقوا الألفاظ على الناس إذا تعلقوا بشي من الماديات والكائنات تسموه العلم العلم ما قال الله ما قال رسوله وهذا اليوم يكتشفون كذا وبكرة يأتي غيره وبكرة يأتي غيره وبكرة يأتي غيره وبكرة يأتي غيره وهذا العلم ويقولون علمي وبحث علمي ويقصدون بالعلم يستند على آية من كتاب الله اللي يكتشف استند على تجارب واحد منهم هدى العلم هذا أقرب للظن ولهذا أكثر ما يسموها نظريات علمية نظريات علمية مع البحث تطلع ما شو منها كان يظنونها علمية وربما مجدوها في وقت من الأوقات بعدين عند التحقيق تطلع ما هي شيء وين صحيحة لكن لي قال محمد هو ها لي قال هو قال عبدالله بن عمر بن العاص كنت أكتب حديثك رسولات المتذكرت أنك بشر تغضب وترضى وتفرح وتحزن قال أكتب أكتب فهو الذي نفسي بيدي ما خرج منه وأشاء لسانه إلا الحق وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي من يملك هذه العثمة من ذهل اللي يريدون أن نتبعهم من يملك هذه العثمة من يملك هذه العثمة ومن يستبدل هذا بغيره أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال وأقعوه يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وفينا رسول الله وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعوه دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمة أفضل دعوتي أجبنا قبلنا حققنا اللهم بذلك أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة اللهم بذلك البصيرة لنورت بها أحبابك وأهل قربك إدعى وإدها علينا لنكون ممن أجاب واستجاب وقبل وأذعى على هدى وبصيرة فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير على خير من الذي ملت حبيبك صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله الذي ما نحتفي بذكر الصالحين سواء من أمة أو من قبلهم إلا لسراية أنوار حق فيهم صفات الحق جاءت من صفاته أفعال الحق اللي فيهم جاءت من أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو دليلهم وهو إمامهم وهو قدوتهم كانوا صديقين كانوا مقربين كانوا قطبين كانوا عارفين كانوا ولي كانوا محبوب كانوا موهوب ما لهم قدوة غير هذا ولا سراجة غير هذا ولا إمام غير هذا ولا وصلوا لشيء من الخير الذي هم فيه إلا من هذا وبهذا الباب صلوات ربي وسلامه عليه أنت باب الله أي عمر إن أتاه من غيرك لا يدخله لا يدخله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه فامتلأوا بحقائق الحق فكان الأحب إليهم هو الله ورسوله من كل ما سواهما من كل ما سواهما يقول سيدنا يوسف عليه السلام إني تركتم لتقوم لهم بلاخدهم كافرون وأنا مع الفريق الثاني أهل الإيمان ولكن أذكر لكم نماذج فيه لأنه ضروري في الفريق الحق والهدى من من أعلام ومن سرج متصلة إلى ذاك السراج إلى ذاك السراج ولكنها سرج مضيئة والحق تعالى علمنا هذا في الفاتحة لما نطلب منه أهم شيء لو علم الله مطلب أعظم من هذا المطلب لعلمنا ندعوبه في صلاتنا إهدنا الصراط المستقيم هذا أهم مطلب تطلبه من ربك إهدنا الصراط المستقيم قال لنا الصراط الذين أنعمت عليهم يعني يعلموا أن لهذا الصراط رجال وأئمة وقادة يرجع إليهم الصراط صراط الذين أنعمت عليهم ولهذا سيدنا يوسف ضرب المثل واتبعت ما قال عموم المؤمنين ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقو واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق هذا تعريف كافي إذا اتبعت هولى هولى الشموس فريق التوحيد وفريق الإيمان وفريق الإحسان وفريق الرضوان وفريق القرب من الرحمن خلاص انتهت المسألة عرفناك تركت ملة قوم اللي يؤمن بالله وهم بالآخر هم كافرون واتبعت ملة قوم يؤمنون بالله وهم بالآخر ومنون قال بجي بلكم النماذج على طول أفسح لك طريق واسع ما تدري منين تمشي بربطك بالسرج وبالقادة على طول واتبعتم ما تغير ما خالف ما يئس ما سئم ما خالف أبدا بقي على استقامته هم الدعوة إلى الله حامله أرباب متفرقون خير أمن الله الواحد القهار ما تعبدون من دون اللي أسمع سميتم أنتم وأباك وهم وظن ماشي فيه حقيقة أبدا سميتم وأنتم أباك ما أنزل الله فهم السلطان إن الحكم إلا لله يعني ما عاد تمشي أحكام ما الله اللي قدامكم هذول الناس اللي أنتم تسودونهم واللي أنتم تقدسونهم ما بيمشي حكم حد شوفوا الحكم الواحد وبيرجع كلهم لذا الواحد هذول بيعكم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد إلا إيا ذلك الدين والقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون والآن خذوا الجواب عن أسئلتكم فالمرأي التي رأيتمها يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه وخمره بيخرج من السجن ويطلق وبيرجع إلى مهنته ويصير ساقي الملك ويسقي الملك خمر كما رأى في النوم يعصر خمر والثاني وأما الآخر فيصلب وبصلبه وقتلتات الطير فتنقر في رأسه أني أحمله فوق رأسي خبزا تأكله طيره منه وقال كيف كيف قال قضي العمر الذي فيه تستفتيان ما عاد شي بيتبدل وتغير أنا جيت لكم بكلام من مصدر موثوق خلس ما شلو قضي العمر الذي فيه تستفتيان ولو قعل هذا الكلام وقال للذي ظن أنه ناجم منه ما عرف أنه بيخر بإنجو قل إذا رجعت عند الملك قل وسط السجن واحد ما له ذنب وجالس وسط السجن في حوك حاقوها واتهمت موها وسط السجن قل انظر في أمري حتى يفكر فلابث في السجن بضعة سنين وقعد كذا كذا سنة وسط السجن وكمل بها الأحد عشر البضعة هذه عدو ثمان سنين وسبع لأنه البضعة ما بين ثلاث وثلاث سنة كمل بها 11 سنة من يوم دخل السجن وال11 قالوا على عدد قوله أذكر ني عند رب 11 حرف وكل واحد سنة وكمل 11 سنة وسط السجن من شان يخرج مع يطلب التوسط بشيء من هذه الأسباب لعلوم مقامه عليه السلام بعدها لما أراد الله يخرج بوسطة الملك نفسه لكن ما عاده بشطارة الرجال ولا بتوصية يوسف إلا رؤية قذفها الله في قلب الملك ورأ رؤية وأفزعته وأزعجته وعرف أن لابد لها معنى في واقع مملكته وحكومته وقال الملك إني أرأ سبع بقرات سماء يأكل هنا سبع عجاف وسبع سبلات خضر واخر يابسات وتدخل الخضر وسط اليابسات تغطيه لعلي أرجع واخر يابسات أيها المل وفتوني في ريائي إن كنتم للرية تعبرون وجمع العلمون وقالوا هنا صلي في البقر هذا والسنة بالماء جاءوا لها على معنى قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتاوي لأحلام فلما عجزوا تحرق قلب ذلك نبهه اللي فوق يقولك عن نسي فأنساه الشيطان وذكره أنساه يعني أنسى هذا الذي خرج أنساه أن يذكر يوسف عند ربه عند الملك أنساه نسي خلما أدخل لا يذكر أبدا فلما أراد الله يذكر جاء بالرية لما عجزوا عن توي الروية هو مؤول الروية وسط السجن كان صاحبي هناك وأنا وإياه معا الله لن نسي ارسلوني إليه الآن بجيب لك خبر أيها الملك من محل واحد يعرف تاويل الروية وسط السجن وجاء عن سيدنا يوسف قال مسألة كذا كذا عجابه في الحق في تعجب النبي في حلمه وفي صبره قال بقول أول رح شوف خبري الليل تقرامين هذا السنين كلها وسط السجن وعادوا فوق ذلك رسم لهم الخطة لنتيجة هذه الرؤية لتمشي عليها المملكة والناس في أمان لأن نفعل الخلق مغروس في قلوب الأنبياء حرصهم على العباد ثابت في ذواتهم هولا خيرة الله للبرية خيرة الله لخلقه صلوات الله وسلامه عليهم جاء له جاء له بالرو يشوف الرجال سجين وظلم وما قالنا مظلوم مستسجين خلبوهم يتعكون في مملكتهم ولا يعملون أبدا قالا تزرعون تزرعون سبع سين دابن كثر الزرع ويكون وقت أخضر سبع سين دابن فما حصلتم فاذروه في سنبله وهدو كأنه خبير بالنبات بالزراعة قال حطه في السنبلة لأن الطعام وسط السنبلة ما يسوس إذا خرجتم من السنابل يتعرض للسوس ويروح قال خلوا وسط السنبل وذا خبرة من عندي فاذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون واحفظوا الباقي ثم يأتي من بعدك سبع شدات يأكلنا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون وعدو زاد خبر ماهو في الرؤية ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عصي تتفرج شده وتروح وهذه كلها أخذها من عند أنه بعد العسر يسر في سنة الله تبارك وتعالى وعطاه خبر ما له علاقة بالرؤية ورسم له الخطة وقال رجع قال الجواب كذا ويقول تفعلون كذا أعجبه الجواب وتعجب من هذا قال واحد قال من أول كلمك وأنا نزيت وهو مظلوم قاعد وسط السجن وهذه السن كله قال اتوني خرجوا من السجن هذا رجع ورسول قال كيف أخرج على أي طريقة رجع إلى ربك روح لعند الملك أسأله ما بالنسوة التي قطعني ديون أنا دخلت على تهم رب لابد من تقفال الملف قفل الملف وخرج على طار ما هو بس رشوة للملك ورأول ناله الروية وخرجونا ورشوف الصفحة بيضة هناك شي رجع إلى ربك فسأله ما بالنسوة يتعجب في حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره قال واحد ثاني وقال ويخرج على طول وخرج من السجن أول قدلوا سنين وسط السجن قال فسألوهن قالت امرأة العزيز الآن حصص العقل وهم قلنا حأشة لله ما علمنا عليه من سوء هذا إنسان طاهر عفيف لا أنكرنا لفت في نظره ولا لمزة منه ولا همزة ولا كلمة ولا حركة لا بيصبع ولا برجل رجل رجل طهر رجل عفاف حاشة لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن عصص العقل أنا رابطت عن نفسي أما هو ما حوله حايمة من سوء أبدا وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لما خنه بالغيب وأن الله لا يد فلما انتحت القضية وعرفت براءته ودوره قال الملك اعتيني به أستخلصه لنفسه قال لا نخرجه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال خلاص إذا جاء الوقت أنا كما كنت راضي بالسجن والآن بقوم بمهمتي في خدمة الخلق من ذا المكان اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وتحتاج مسار مسار الشعوب مع ملوكها إلى أهل حفظ وأهل علم وإذا تولى الأمور غير الحفيظ وغير العليم كل يوم ثورة بتجي كل يوم ثورة وطلع اليوم بعد بكرة بتجي ثورة واحد ثانية على طول إذا ما هو حفيظ عليم لما تولى الحفيظ العليم قال اجعلني على خزائن قال ليش أنت بتتولى قال إني حفيظ ما أسرق ما أخون ما أكذب ما أغشش ما أقول كتب كذا وقال إني حفيظ عليم صاحب خبرة ما تصرف بلا بصيرة بلا بينا إني حفيظ علي فإذا وليت الأمور أهل الحفظ والعلم صلحت صلحت واستقر أمر الناس وإذا ما صلح وكذا خذلك تبقى عشرين ثورة تجي اللي تبغاه بيقع خربط أو لعب في العالم وهكذا سنة الله في الوجود إني حفيظ عليم بسم الله وكذلك مكنا ليسوف في الأرض ليه يقول الله كذا يقول انظروا الصابرين من أجلي المتعرضين للمشاكل الذين ما تبرموا ولا جزعوا كيف أفعل بهم كيف أتصرف لهم وإنتم تريدون تقاوموا قضائي وقدري بقواكم التي ليست بشي وتتعبون أنفسكم وتحرمون هذه النتائج يقول الله فاقتدوا بأنبياء شوف إيش قال وكذلك مكنا ليسوف إيه تبوأوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نوضيع أجر المحسنين قال اسمعوا مش هذا لهم واحده لهم عادنا مخبي لهم شي والأجر الآخر خير للذين آمنوا وكانوا يتقون عادنا مخبي لهم أشي هنا قال قال أنا أكرمتهم في الدنيا خرجتهم من المشاكل والشدائد والأتعاب وهم صبروا لي استقاموا على أمري وما خالفوا ولا سئموا من ذكري ولا من دعائي ولا الدعاء إلي أيضا يدعون خلقي إلي إنه وسط السجن وإنه وسط الدار وإنه في مملوك استرقوه رقيق وهو من من أكرم خلق الله النبي إذا ذكره قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أخي يوسف بن يعقوه بن إسحاق بن إبراهيم رسول بن رسول بن رسول بن رسول نبي بن نبي بن نبي بن نبي الله 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 تسلسلت فيهم النبوة والرسالة ويصلحونه مملوك يبيعونه وهو يقول مرحب هو يقوم بالخدمة ولا يتبرم ويقول تخلين ولا أولاد الأنبياء تصلحهم كذا يا ربي إيش تعمل بنا ماشي جاه منه هذا الكلام عبد فوشوف النتائج الظهرة تعادوا في الدنيا قالوا قالوا وكذلك مكنا لسفر يتبوأوا من حيث أشاء نصيبوا برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون وانهين بقيت قضيته جاء أخوة يوسف فدخل ليه فعرفهم وهم لهم منكرون وصلحنا الخطة لما رجعنا له أبوه وأمه وخروا له سجدان قالوا يا أباتي هذا تأويل رؤيا من قبل أنا قلت لك برويا فأنا عندكم في أيام صغري لما كنت هناك قبل أن يعمل ما يعمل هذا تأويل أني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليه وتأويل الرؤيا متى هذا قل دخل في غيابة الجب وروحي خلهم يسترقونك ويبيعونك إلى عزيز مصر ودخل إلى وسط السجون وخرج من السجون بعد ذلك وتولى وخل السبع السنين الأولى تنتهي في السبع الثانية بجونك الأخوة وبعدين رتب الخطة معهم حتى يجيك بعدها أبوك وأمك وأحد عشر كوكب إخوانه والشمس والقمر أبو وأمه رأيتهم ليساجدين رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل يعني إذا جاءك خبر من فوق هو هو لا تستعجله بجيك رملا ولا تقول له كان ماشي جاك كان ماشي عضا ومر بالمراحل هذا كلها وبعدين قال هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسنا ببي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبيني إخوتي إن ربي لطيف لما يشأ إنه هو العليم الحكيم ودعى بهذا الدعاء ونحن ندعوبه بعده ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل فاطر السماوات والأرض أنت ولي الله شوف علاقتهم بالله شوف قلوبهم مع الله شوف اعتمادهم على الله شوف مغرهم شيء في هذه الحياة أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله شوف الأمال والمطالب والهمم والوجهات توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال الله لنبي ذلك من أنباء لغي بنحيه إليك فالحمد لله الذي جاءنا هذا الوحي ربنا عليك توكلنا وأنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربحينا شاكرين وتوفنا نبعث من الآمنين في زمرت السابقين بجاء طه الرسول جد ربنا بالقبول وهبلنا كل سور ربي استجيب لي آمين وإن احتفينا بشيء من مواريث هذا الرسول في عبدالله بن حسين بن طهر فمواريث وصفات الحقلة فيه في الإمام علي بن محمد الحبشي نحتفيبها في أيامنا هذه ونحن حول الدائرة نفسها معنا سراج هو واحد منه تفرعت السرج وحول نماذج الطريق واتبعت ملة آباي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومثلهم أولى الآباء الصالحين اللي مضوا قبلنا متبعين ملتهم وهي ملة يوسف وهي ملة إسحاق وهي ملة يعقوب وهي ملة إبراهيم وهي ملة إسماعيل وهي ملة موسى وهي ملة عيسى بن مريم وبتشوفون عيسى من طال منكم عمره أو جاء حجم أولاده وأدرك عيسى بن مريم بيشوفه على الطريقة طريقة أبانا طريقة الأنبياء من قبل واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقتدي بسنة النبي يتبع أخبار النبي يفرح بذكر النبي يمدح النبي يتوسل بالنبي وإن كان هو نبي لكن يعرف القدر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أيهم أقرب الأقرب يتوسلون به إلى الله سبحانه وتعالى أقربهم محمد وبل جاء في الحديث لينزلن عيسى بن مريم ثم لا ياتيني فيقف على قبري فيقف على قبري فلا يسلمن عليه ولا أردن عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونعم الملة ونعم الطريقة فيارب ثبتنا على الحق والهدى ويجعلها الله أيام فرج إن شاء الله للمسلمين إن النوائب كالشدائي التنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبر لكن الناس في مقاييسهم إذا قلنا في سرعة بغوها دقيقة دقيقتين ما هم دارين إن السنة والسنتين والخمس والعشر سرعة هذه من الداخلة في السرعة في سرعة ووجودها يضحي يضحي خبر فاصبر على المحن القواصد وانتظر فرجا تدول به دول القدر وانتظر فرجا تدول به دول القدر وكن على استقامة تحظى بالكرامة في أي حال وفي أي ظرف كن صادق مع الله وألطافه محيطة بك وشرب مع من يشرب من ذلك أسات الطيبة سحب الحلحب علي كان يقول يا أخو عوض خذ كلامي وانتبه واسترب أخذ لك أشرب لك كما من يشرب قال تعال الأذواق الرافعة يخل أهل الخباطة وأهل التمسك بأذياء للأسباب والترهات تعال شرب لك شراب صافي في الصلاة بالله والقرب من الله وخل الكدر أخذ لك أشرب لك كما من يشرب وعندنا في الطريق أن الضيافة تجيب ليجيد في قصده بشربه ولا تشتغب قال نبني على أساس محكم قط ما يخترب والأساس حقكم وين مع دنها ومصرها قال لك نحب أحمد هذا الأساس حقكم نحب أحمد نحب أحمد ويا بغت الذي له يحب أحمد يجلي كربنا عندما نكترب وإذا اشتد الهول في القيامة من يقول أنا لها هو هذا صلى الله عليه وسلم أحمد يجلي كربنا عندما نكترب ولا بدى غاب منا قط أوبه يغب من المحال أن نوره مننا يحتجب قد قال فيما روي ألمرو مع من قال وَنَا أُحِبُّهُ وَقَوْلِي صِدِقْ مَا هُو كَذِيبْ وعند ذكري ترى نطرب كماما وعند ذكري ترى نطرب كماما نطرب طرب أهل القرب منك وتلك الأرواح الطاهرة أطرب به هذه الأرواح يا رب أطرب به هذه الأرواح يا فتاح نسقى من هذا الراح وتلك الأقداح قبل أن نخرج من هذه الدار وقبل أن تفارق الأرواح هذه الأجساد وأعطنا من ذاك الأجر الجزيل والعطاء الجميل والفضل العظيم الطعريض الطويل يا من يعطي ولا يبالي يا سميع يا قريب يا مجيب ما إذا سجودك وبسطها لنا ولهم نجلس كلنا عليها وندخل مع أهلها ونقاسمهم في عطاياك ولأهلها وفيضات جودك عليهم ظاهرها وباطنها ونرد أحلى المشارب علها ونهلها مع الذين سبقت لهم منك الحسنة يا رب عبادك اللي سكتهم بالعناية إلى باب جودك وكرمك يسألونك ويطلبونك ويرتجونك ويسترحمونك ويستعطفونك ويستغفرونك ويستوهبونك ويستغفرونك ويستغفرونك من فضلك فأجيب يا مجيب بسيدنا الحبيب وأهل التقريب ووفر لنا الحظ والنصيب يا رب العالمين العفو منكم